التجارب الإفريقية في مجال البنية التحتية اللوجيستية محور جلسة نقاش عقدت بالرباط في إطار ورشة دولية تحت شعار تنمية المراكز اللوجيستية بإفريقيا. اللقاء يهدف إلى تشكيل آلية استراتيجية للسياسة الاقتصادية وتسهيل التجارة والنهوض بالاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية. قدمنا العديد من العروض حول ما يقوم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لدعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطع النقل واللوجيستيك. كما وضعنا خبرتنا رهن إشارة العديد من البلدان الإفريقية. لدينا اليوم العديد من الشراكات مع أكثر من 33 دولة إفريقية لتعزيز التعاون على مختلف المستويات. وتندرج الورشة في إطار دراسة الفرص المتعلقة بإنشاء محاور لوجيستية في إفريقيا بحضور سفراء من الدول الإفريقية المشاركة وتعرف مشاركة 11 بلداً إفريقياً بالإضافة إلى المغرب. ترجمة نانسي قنقر